أياد العون تمتد إلى لبنان دول عدة تعهدت بتقديم مساعدات مالية للشعب اللبناني ودعمه لتجاوز محنته مطمح تم تأكيده خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي دعت إليه باريس الهدف من هذا المؤتمر هو حجد جميع الإمكانيات للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني خلال الأيام المقبلة ومن الممكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي ستعمل على مراقبة عمليات تقديم المساعدات للشعب اللبناني وفي هذا السياق أعلن الرئيس الفرنسي عن إرسال حاملة طائرات مروحية وسفينة شحن محملتين بالمساعدات الطبية والإمدادات إلى بيروت كما شدد ماكرون على ضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل للكشف عن أسباب انفجار بيروت بريطانيا هي الأخرى تعهدت بتقديم 26 مليون دولار على أن تخصص هذه الأموال لبرنامج الغذاء العالمي من أجل توفير الغذاء والدواء للفئات الأكثر تضروراً من جهته عبر وزير الخارجية الألماني هيكوماس عن عزم بلاده تقديم 10 ملايين يورو إضافية كمساعدات طارئة للبنان وأعلن مسؤول بارز في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن إرسال مساعدات بقيمة 15 مليون دولار من المساعدات الأمريكية مساعدة لن تسلم للحكومة اللبنانية بل ستذهب مباشرة إلى من هم في أمس الحاجة إليها وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستقدم الأموال لبرنامج الغذاء العالمي من أجل تجهيز وجبات طارئة لنحو 300 ألف شخص تضرر من الانفجار أما إسبانيا فوعدت بإرسال مساعدات عجلة إلى لبنان تتضمن أدوية وإمدادات طبية وتأتي هذه التعهدات في وقت تزداد فيه مخاوف بعض الحكومات من وقوع المساعدات المرسلة بين الأيد الخطأ خاصة في ظل عدم ثقة الشعب بالأجهزة الحكومية هناك حاجة ماسة إلى إصلاح القطاع المالي ومحاربة الفساد وإشراك صندوق النقد الدولي وباقي الفاعلين الدوليين في هذه الإصلاحات على السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب الذي يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع لا يجب أن نسمح للفوضى أن تعمل في البلاد وهذه الفوضى تثيرها أطراف تحاول زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة وفي هذا الصدد شارك ألاف اللبنانيين في احتجاجات شعبية للتنديد بكيفية تدبير الحكومة للأزمات التي تعاني منها البلاد لفتين إلى أن الكارثة تصلط الضوء على إهمال نخبة سياسية فاسدة وطالبت أطراف عدة بضرورة رفع درجات الرقابة على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي وسمح للشعب بتحديد مآل المساعدات ومما لا شك فيه أن عملية إعادة إعمار بيروت ستكلف مليارات الدولارات بحسب محللين